اشتركوا في القناة دكتور وهدان احنا عارفين الحلقة بتاعتنا كل اسبوع ربنا يسمحوا بقى للسبب في التأخير النهاردة ضايع علينا نصف ساعة من الحلقة الاول مساء خير يا دكتور وحمد الله على السلام بعد زرنا كانوا شخصية عن اللي حصل دكتور حضرتك احنا كنا بنتكلم على عباد الرحمن وحضرتك كنت عشرت يعني حقيقة في الاسبوع اللي فات ان عباد الرحمن اتكلمت ان اول الناس في عباد الرحمن انهم اللي يمشون على الارض هون انهم الناس دي وشرحتها كويس وبعدين كان بعد كده كان لحضرتك كان هتبتدي نكامل ده وخلصت الحلقة منها قبل ما نبتدي في عباد الرحمن المسلية طلب صغير لانه بعد بعد مبارح بعد الواحدة وستين مليار لنيه وبعد الحكاية دي احنا فترة صعبة جدا ومن الحمد لله رب العالمين انه بقى النهاردة انه في شعب بيسق في قياته في رئيسه اما بيطلو حاجة بينفزوها ووقفين معا بقى انها سنة في الحكاية دي حاجة جميلة جدا الحكاية دي فقرتني بمصر ويبدو ان هذه الارض ارض عظيمة وشعب ومن هم على ارضها ناس عظماء وان هم يقدروا فقرتني زمان لما حصل ايام سيدنا يوسف ودات مجاعة حتاكل الاخضر واليابس وليه سيدنا يوسف يعني لما يعني تمكن من خدائنا دي الارض وطلب وابتدى يشتغل والسبع سنين والكلام ده كله في الحكاية دي عايزة احنا كلنا عارفين الحكاية لما شاف الرؤية وبعدين سبع سنين فقالك نزرح سبع سنين اللي فيه سبع سنين حينه صعبية ده ابا نعم احنا دلوقتي في السبع سنين احنا في السنين الصعبة دلوقتي وفيه محاولة احنا في السنين الصعبة يعني مش كان عندنا خير احنا في السنين الصعبة دلوقتي فالسنين الصعبة دي تبتدينا فكرنا في قناة السويس بنفكر في حالات تانية طب الشعب يساعد فراح السعب دافعت واحد وستين مليار بس قام سيدنا يوسف لما كان بيعمل ده كان بيعمل ده انا انا معرفش ايه في التفسير والكتب الحالات في القصة بتاع سيدنا يوسف قال كان فيه شرح الوضع الناس كان ايه لما قال حنزرع سبع سنين دقبا يعني حنشتغل هل الناس عدته هل الناس عملته هالكلام ده ولا كان عنده نشاطاء سياسيين برضو ويكلموله على التظاهر والحجد دي كلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحانه خلقنا ورزقنا وعطانا من الخير ما لا يعد ولا يحصى وصلاة وسلاما يليقان بمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يا إجمعين اللهم صلي على الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد تعرضت مصر عبر تاريخها الطويل لظروف اقتصادية وسياسية صعبة في كثير من الأحيين وكان الله سبحانه وتعالى ينصر المصريين وكان المصريون بإذن الله سبحانه وتعالى يعملون ويجدون ويجتهدون ويقف الحق سبحانه وتعالى إلى جوارهم ويؤيدهم وينصرهم بإذنه سبحانه وتعالى ليه يا أستاذ إبراهيم بأن مصر بلد التوحيد مصر بلد موحدة ربنا منذ موحدة تعرف ربنا يعمل إخناتون دراسة أمريكية صدرت عن مجلة نزويك منذ ثلاثة أشهر قالت إن أفضل إنسان متدين في هذا الكون أفضل إنسان متدين في الدنيا هو الإنسان المصري عرف ربنا سبحانه وتعالى مصر قبل ما أقول إنها تعرضت لمسألة الخزائن ولمسألة الفقر والجدب وما إلى ذلك مصر هي خزائن الأرض ده بنص القرآن سيدنا يوسف الصديق قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفظ عليهم خزائن الأرض مصر كانت خزائن الأرض عندما جاعة الأمم كلها وجاعة الناس كلهم كانت مصر ببركة فضل الله سبحانه وتعالى ثم بوجود نهر النيل كان يعد من أنهار الجنة مصر بإذن الله سبحانه وتعالى كانت سلة خزائن العالم كانت مصر هي تقدم الطعام لكل دول العالم سلة غلال كان الناس يأتونها من كل مكان بإذن الله سبحانه وتعالى فمصر هي خزائن الأرض بإذن الله والخزائن ده مازالت موجودة وستظل موجودة بإذن الله بشع خزائن للناس التي نخزنا بمفتاح دير خزائن للخير الخير اللي موجود في الأرض وعشان ربنا يخرجني الخير ده من الأرض لازم شرطين مهمين جدا لازم نحن نحب هذا البلد مهم أوي نحب هذا البلد الحاجة التانية نحن نخلص في عملنا ونؤمن بأن بالعمل وبحب هذا البلد سوف نتقدم بإذن الله سبحانه وتعالى الذي خلق فساوه وقدر فعده على كل شيء قدير سيدنا وصف الصديق عليه السلام تعرضت الأمة إلى محنة شهيدة جدا ورأى عزيز مصر رؤية رأى سبع بقرات سبانية أكلهن سبع عجاف وسبع سمبلات الخض وأخرى يابسات سيدنا يوسف الصديق فصر هذه الرؤية لهم بأنهم سوف يتعرضون لسنوات ستعرض مصر سنوات جد ولابد من العمل والإنتاج وقال له جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وإدر سيدنا يوسف الصديق أن ينقذ مصر وأن ينقذ العالم كله من المجاعة بإذن الله سبحانه وتعالى أنا عندما أتأمل في مشروع قناة السويس الجديدة أنا أجد أبلغ وأفضل رد من المصريين على البعض الذين كانوا شككون في هذه الاشهادات وكانوا بالدرجة أن بعضهم عندما صعد إلى المنابر قال إنها بكروها وما إلى ذلك ولن نتعرض لهذا لكن أبلغ رد كان من المصريين كان من الشعب المصري اللي جامع لغاية دلوقتي 61 مليار ولمسألة انتهت بهذه الطريقة ليؤكد لك حب المصريين لزعيمهم حب المصريين لرئيسهم ده واحد نمرة اتنين حب المصريين لبلدهم وطنية المصريين جميعا اللي كانوا البعض بوراين على الفترة الأخيرة أثبت المصريون أنهم وطنيون وأنهم يعملون على مصلحة هذا الوطن وأن مصر بإذن الله يعني تداء من هذا الشعب شرط 9 سوف تنطلق بإذن الله وسوف تتقدم بإذن الله سبحانه وتعالى بشرط بس أن إحنا زي ما قلت يحب بعضنا وبعضا نعمل جميعا من أجل هذا البلد نمرة اتنين نغلب المصلحة القومية على المصلحة الشخصية أعتقد أننا لو فعلنا هذا ربنا أكيد حيكرمنا إن شاء الله أنا أعتقد أن جمع هذا المبلغ في هذا التوقيت يؤكد التفاف المصريين حول زعمهم وحول رئيسهم محبة المصريين لبلدهم وحبهم لهذا البلد وإن شاء الله إحنا محتاجين كمان شوية مشروعات قومية كمان كده نلتف جميعا حولها إن شاء الله لكي يكرمنا الحق سبحانه وتعالى نعم رب العباد الله يعني خدت بالك فإن إحنا قلنا عباد الرحمن عباد الرحمن ربنا استفاهم اللي هم عباد الرحمن دول أي حد مننا ممكن يبقى من عباد الرحمن لو عمل هذا الكلام اللي ممشى على الأرض هؤلنا اللي هم تسع صفات تسع صفات هؤلنا يعني ما تتسكبرش مهما ربنا اديك من الصحة أو المال ما تتفتريش وشرحتها لنا شرحي عظيم جدا وقلت إن فيه ثلاثة مرفوضين أنا وعندي ولي أنا قالها إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين عندي فرعون لما أتكلم وقال عندي وعندي مش عارف ويطلع ايه ولي لها قارون وثلاثة تخسف بهم الأرض العباد الأول حلقة الصفة اللي يمشونوا على الأرض هؤلنا التانية اللي كنت بتقول اللذين إذا خطبهم الصفة الجاهلون الجاهلون بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن اللذين يمشون على الأرض هؤلنا تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي الصفة الثانية من صفات عباد الرحمن وبالمناسبة صفات عباد الرحمن تسعة صفة وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني إيه؟ يعني سلمنا الله سبحانه وتعالى من شريكم إذا خطبهم الجاهلون أي إذا تكلموا معهم بلغة صعبة فهم يردون عليهم بالإحسان وبالخير من أساء إليك في القول فلا ترد عليه إلا بالجيد والحسن من القول ليه؟ واحد لأن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل موسى وهارون إلى فرعون وهو حاكم ظالم مستبد كان يقول لهم أنا ربكم الأعلم وكان يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري وكان يسيرهم على طريقة ما أريكم إلا ما أرى وما ديكم إلا سبيل الرشاد ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى لهما فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشب وده كلام مهم جدا ليه؟ والقرآن الملوى إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني هو عايز ده أمر هنا بقى ده أمر هنا ده أمر من الله سبحانه وتعالى يعني إذا أحد غلط واتعه وكلمه أي كلام فارغ إهدى وعدين عندين يتوقف دمجوا من التين إذا خطبهم الجاهلون وعدين قالوا سلاما قال لك الخطاب الخطاب ساعة أستاذ إبراهيم يبقى خطاب بكلام طيب وساعة يبقى خطاب بكلام سيء فكأن الجاهل عندما يتكلم فإنه يخطئ ويقول كلاما قد يغضي بالناس ويغضي بالله سبحانه وتعالى طيب وإذا خطبهم الجاهل ومن هو الجاهل والذي لا يعرف هو ذلك الإنسان الأحمق الذي لا يفهم الذي لا يفهم الأمور على حقيقتها اللي ما يعرفش أي حاجة إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة يعني إيه يعني سلم أن الله سبحانه وتعالى من شركم أنتو ناس وحشين وأنتو ناس بعايزين تدخانقوا معنا وإحنا مش عايزين ندخانقوا ولا عايزين نعمل فيكو حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن العارفين بالله يقولون يا أستاذ إبراهيم من عصى الله سبحانه وتعالى فيك فلا تعامله إلا بأن تطع الله سبحانه وتعالى فيك لأنك بتتعامل مع ربه والله سبحانه وتعالى في التطبيق العملي لهذه المسألة الإمام الحسن البصري رحمه الله الإمام الحسن البصري قالوا له فلان بيتكلم عليه وبيجيب في سرتك ومقطع في فروتك ومسايبك في حالك فإيه رأيك يا ترى بعث له شتمه قال له عيب تتكلم علي ولا شتمه على الفيسبوك وأهانه ولا على التويتر ولا عمله إيه لا لما بلاغه إن هو بيجتمه كان ذلك في أوان الرطب يعني الرطب لسه طالع بلح بلح الرطب فاشترقوا قيتين وبعثهم له مع الخادم بتاعه وبعث له معاه جواب بيقول له فيه إيه بلغنا أنك أهديت إلينا من حسناتك اليوم الكثير إحنا بنشكر حدك أوي على الحسنات الكثيرة اللي انت أهديت هلأ وبعثين لك الشوية البلح دول أو الشوية الرطب دول ولو أن هذه الرطب لا تساوي شيئاً أمام الحسنات الكثيرة التي قدمتها لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هكذا كان السلف الصالح رضوان الله سبحانه وتعالى رب أعتبر لما حد بيجتمني أنا بأخذ حسناتك أيوة لما حد بيجتمني أنا برفع رصدي بنك الحسنات يا أستاذ إبراهيم أنا بتعب أوف حسناتي إزا يفرط فيها يا أستاذ إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن العبد ليأتي يوم القيامة العبد ييجي يوم القيامة وله أمثال الجبال من الحسنات بقول الله حضرتك عامل جبال حسنات حسنات كتير أوي فيأتي يوم القيامة ويجدوا أن لسانه أن لسانه قد ضي عليه كل هذه الحسنات وعندما نتأمل أيضا في تطبيق العمل لقول الله سبحانه وتعالى وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة حلائي إن سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام عندما تحاور مع أبيه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصره ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراطا سوية وأعد يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي قال له قال أراغم أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا سيدنا أوريم قال له الإجابة العظيمة قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية يعني ما قاله السلام عليك يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا لو بقول له سلمني الله سبحانه وتعالى من شره ولذلك فأنت عندما تلتقي مع جاهل أو واحد يعني حقود أو مريض لا تتناقشه كثيرا لا تقادر الأحمق ولا تناقشه لأن الله أمرنا أن نتغاضى عن بعض ما يفعله هؤلاء فقال الله سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا فشوف ربنا القالوا على المؤمنين القالوا على الجاهلون الخطاب يتخاطبون فقالوا يعني إيه يعني معنى هذا أن واجبك أن تقول دائما القول الطيب الذي يرضي الله سبحانه وتعالى مملكش دعوه بي مملكش دعوه بي في تطبيق العمل برضو يا أستاذنا أسعزيناك في تطبيق ده بعد الفصل فأنا با دلوقتي فيه الأستاذ أحمد معلش أسعزيناك نقطع النعبد الرحمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هو ذلك العالم الذي يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ويعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ويعرف علم الجرح ويعرف علم التعديل وفاهماً بلغة العرب لأن العلماء يقولون من لا يحسن اللغة لا يحسن الفهم وأن يكون ورعاً تقياً قدوةً للناس يعني يستطيع أنه يعلم الناس أمور دينهم وأمور دينيهم وبهذه المناسبة أستاذ إبراهيم السؤال دا مهم جداً أنا عايز أقول أن خطبة الجمعة هي وسيلة إعلامية ليست موجودة في آية ديانة السماوية أو حتى عقيدة وضعية أو أي حالة ليست موجودة إلا عند المسلمين وحدهم وللأسف الشديد يا أستاذنا هي وسيلة غير متصمرة حتى الآن لمصلحة الإسلام والمسلمين الرجل دا بيجي لك الجامع هو اغتسل على الأقل متوضع قال صلى الله عليه وسلم من توضع يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل جلك متوضع لا يستطيع أن يناقشك ما يدرش يكلمك إذا قلت لصاحبك والخطيب يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له فهو جاي طاهر ليس من حقه أن يعارضك ولا حتى يناقشك لازم يسمع لك للآخر فهي غير مستغلة إحنا بنستثمرها في بعض الأجنتات الإساسية للأسف الشديد أو يستغلها البعض في تقديم معلومات ضلة مضلة زي الشجاع الأقرع واللي مش عارب يعمل إيه أو تعذيب الناس أو ترهيب الناس وما إلى ذلك فعلا وزارة الأوقاف الآن تبدل جهدا كبيرا في هذه المسألة ولا يصعد لمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان أهلا لهذه المسألة وعلى فكرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب كانت خطب قصيرة جدا فعلى الخطباء إنهم يراعوا ضرر ظروف الناس وعلى الناس أن تأتي مبكرة لصلاة الجمعة أنا عندي مشكلة كبيرة أو دادة سبراهيم يعني تجد في كثير من المساجد ما يجوش إلا بعض الناس أعرف لو فيه خطبة كويسة حييري ما دي المشكلة كبيرة طيب رواي بدأ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فوق المنبر فجاء رجل وأخذ يتخطى رقاب الناس يريد أن يصلي في الصف الأول فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من فوق المنبر يا فلان اجلس فقد آذيت وآنيت آذيت لأنك تخطيت رقاب الناس وآنيت لأنك جئت متأخرا وفي رواية أخرى أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بعدما فرغ من الصلاة قال له يا فلان ما منعك أن تجمع معنا فقال له يا رسول الله حرست على أن أضع نفسي في المكان الذي ترى أنت كل أسبوع بتشوفني في الحتة دي فأنا حرست على أن أضع نفسي في المكان الذي ترى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام رأيتك 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 تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم من آذى المسلم ومن آذاني ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل السؤال الثاني دلوع لقب موضوعنا النهاردة أرويبضهم الجهلاء الذين لا يفهمون في أمور الدين شيئا الذين قرأوا كتاب أو كتابين ربسوا عبيت الدين وقاعدوا يقولوا في دين الله اللي هم الشيخي الذين أسميهم أنا شيوخ السرديب طرعين من القرن السابع أو القرن الثالث الهجري يعني لا يعرفون لغة العص ولا طريقة التعامل مع الشباب ويقولون كلاما قديما لمجرد الجدل هؤلاء هو الروايبضة الذين حذر منهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيات الزمان على الأمة يعني الروايبضة هم زي ما بيحصل دلوقتي فعلا يقولون في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس فيه والأمر أمر ديم وأنا بقول لكل هؤلاء الناس يريد كل واحد مالوش علاقة بالدين يتقرب إلى الله بإتقان مهنته ويخلص فيها يا جماعة يا أستاذ إبراهيم زي ما قلت أبي كده كتير وما زلته أكرر مسباحة الفلاح فأسه مسباحة النجار من شاره مسباحة المصور مسباحة السبحة السبحة بتاعته يعني كل واحد فيني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإتقان مهنته الله صلى الله صلى الله صدقة عندما حظرنا من الروايبضة وهؤلاء موجودون للأسف اللي هم اللي هم الجاهلة واللي بتصدوا واللي هم فاهمين نفسهم أيوة اللي ربنا حظر منهم في نفس الموضوع دا النهار دا اللي هم إيه طبعا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما نعم أستاذ أيمان سليم بتقول السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لك ضيفكم كريم وأود من فضيلة الدكتور وحدان أن يوضح لي ما بنخصود بالمكان القريب والمكان البعيد في الآيات التالية من سورة سبع ولو ترى إذا فزعوا إذا فزعوا فلا فوت فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا أمنا به وأن لهم التناوج من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويغذفون بالغيب من مكان بعيد نعم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة يحدثنا عن أن الذين يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة محدش هيقدر يعني يفوت محدش هيقدر يبعد كله وواجدوا ما عاملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا فربنا سبحانه وتعالى هيخذوا من مكان القريب اللي هم متجمعين فيه اليوم القيامة عندما يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ولذلك نجد أن الحق ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن الله سبحانه وتعالى ينادي في يوم القيامة حينادي كده أقول ليقوم الذين أجروم على الله يوم الحشر وإحنا هنحشر فين حتى في الأرض أرض المحشر والمنشر هي فلسطين هي أرض الشام لأنه أقرب مكان إلى السماء بدليل أن الله سبحانه وتعالى عندما أراد لرسوله أن يصعد إلى السماوات العلى لم يجعله يصعد من مكة ولكنه جعله يصعد من بيت المقدس نعم لكن الله سبحانه وتعالى جعله يصعد من بيت المقدس الله سبحانه وتعالى ينادي ويقول في يوم الحشر ده ويقول ليقوموا الذين أجروم على الله الناس اللي أجروم على الله يؤوموا فيقومون يا أستاذ إبراهيم وهم قليل عدد أوليه الأوي فالملايكة بتسألهم ماذا كنتم تفعلون في الدنيا حتى كان أجركم على الله كنتم بتعملوا أولي في الدنيا حتى كان أجركم على الله فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيئ إلينا حلمنا فذلك قول الله سبحانه وتعالى فمن عفى وأصلح فأجروه على الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدوى على كل شيء قدير أما المكان البعيد يعني المكان القريب لو في مكان الحشر المكان الحشر في كل خلق ربنا دفعه أما الآية الأخرى فتتحدث عن بعض الخلق زي الجن مثلا الذين يسترقون السمع يأخذهم الله حتى لو ذهبوا إلى مكان بعيد وقالوا أمنا ليه وأننا هم تناوش من مكان بعيد مكان بعيد نعم دول الجن دول نعم وقد قفروا بهم من قبل ويخذفون بالغيب المكان بعيد نعم هؤلاء أيضا هم الجن ده أصبح الآية 52 و 53 نعم هؤلاء أيضا هم الجن الاتنين يأخذون المكان المكان البعيد ده لو مكان بعيد عن المكان الحشر لو ذهبوا إلى أي مكان الله سبحانه وتعالى قادر على الإتيان بهم لأن ربك سبحانه وتعالى على كل شيء قدير نعم بتقول برضو كذلك أردوا تفسير الآية الآية التالية من صورة الحديد يوم يقول المنافقون ومنافقات للذين أمنوا انظرونا نقتبث من نوركم قيل رجعوا وراءهم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بصور لو بابنوا باطنوا فيه الرحمة وظهروا من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وأرتبتم وأغردكم الأمان حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور هذه الآيات من قول بصورة الحديد الله سبحانه وتعالى يؤكد فيهم يوم ترى المنافقين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا النفق يعني يا رسيبراهيم مأخوذ من نافقاء ليربوع زي ما قلنا قبل كده وده حيوان موجود في الجزالة العربية معروف بمكره ودهائه وخبسه لدرجة أن له عشرة مداخل ومخرج واحد يبقى المنافقون والمنافقات حيجي يوم القيامة يقفوا ضم ربنا للذين آمنوا لراحوا النارباع يقولهم ايه انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضلوا بينهم بسرور الله ايه باطنوا فيه الرحمة وظاهروا من قبلية العذاب قالوا احنا مش كنا معاكم في الدنيا قالوا بلى نعم كنا معاكم ولكنكم فتنتم أنفسكم فتنتم الناس وضيعتم الناس وقلتم في دين الله ما ليس فيه ودمرتم مجتمعكم وكنتم حقدين على أمتكم وما إلى ذلك فتنتم أنفسكم وطربصتم وارتبتم جواكم شك ديما وخدتم الناس بالظنون السيئة وغرتكم الأماني قلت انك حتعيشوا في الدنيا وتخلدوا فيه حتى جاء عمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم النهاردة هو الأمور يوم القيامة لا يخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير هذا هو معنى هذه الآية أن المنافقين سوف يندمون الذين ينافقون في الدنيا وذلك حذر النبي من النفاق فقال صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا أربع صفات يا أبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا في إنسان كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من خان وإذا خاصم فجر وفي رواية أخرى وإذا عاهد غدر كما أخبر النبي صلى الله وسلم في الحديث الصحيح طيب دكتور هنا وفقا للآية هنا في صورة الحديد هل إحنا كل الناس اللي عمل دول كلها حنستنى اليوم والإيامة يمعون له مش فيه حساب في الدنيا وحساب في الآخرة يعني المنافق اللي عمل مطلع إن أبوا الناس إذا أعطوا من خان وإذا خصم فجر وإذا تكلم كذب وإذا عمل أي مصيبة شوه ده يوم مبني ربنا حيمهنه اليوم والإيامة ولا في الدنيا الناس بتتكشف يعني هذا سؤال مهم ده لو ربنا سبحانه وتعالى بيحب العبد ياخدوا في الدنيا يعقبوا في الدنيا لكن هؤلاء عشان إحنا عشان إحنا ما سيسئ أنا أمل إيش دعوة إحنا كالناس ربنا سبحانه وتعالى ربما يكون المنافق ده ربنا حطوا العلة نعم ووجوده علة لو هو كده ما كان ربنا ما خلوش منافق أو خسر الواحد فينا لما يعمل زم لو عدت لما ينافق ده عمل زم بيجوين طيب ربنا سبحانه وتعالى ممكن إذا أحب هذا العبد طهره في الدنيا يوم يبتليه ودوله شاية يحسبه يعني أه وشوية هم وشوية غم وشوية حاجات كده يا كيف فهل وفي ناس كده صبراهيم في الاسم ما بتعمل زنوب بتاخد على دمخة في الطوال لحظة ربنا بيقدبها بيحبها بيحب يسمع صوتها ويبتقول يا رب وفي ناس ضلالية مفترية كل ما تفتري وتظلم وتنافق وتقول بيديها خد خد واسع له واسع له ليه لأن ربنا بيحب يش اسمع صوته عشان ما يجي يوم القيامة وقول يا رب أنا كنت بادور على فلوس مش هتبالي حجة أمام الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة لكن في آية مهمة أوي بتطمن الناس كلها يا صبراهيم اللي هي مالك يوم الدين اللي حضرتك وأنا والسادة المستمعين بنقولها سبعتاشر مرة في الصلوات المفروضة انت عارف حضرتك لو ما فيش مالك يوم الدين كانت بقت ايه كانت بقت نصيبة كانت دقتل دا وتضرب دا ودا خبط دا ما فيش حساب بقى لكن اعمل أي حاجة في الدنيا في مالك يوم الدين إذا ربنا ما اقتصش منك في الدنيا ولازم ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال فاصبر ان وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم اهو قرآ يجاوب عليك اهو او نتوفينك فإلينا يرجعون يعني ايه يعني لازم الذين ظلموا والذين نافقوا لابد ان ترى فيهم آيات الله في الدنيا لابد ان ترى فيهم آيات الله في الدنيا لان الدنيا دول يوم لك ويوم عليك هب ان عمرك كان قصيرا فلم تلحق ان ترى يوما في الذين ظلموك الله سبحانه وتعالى يقول او نتوفينك فإلينا يرجعون ولما العب بيظلم في هذه الدنيا ويصبر على هذا الظلم ويجي يوم الايامة بقى فربنا حيديله حسنات عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى نقدر نقول ما هو زي يعني ما هو ما هو ربنا سبحانه وتعالى كونه خلق المنافق وخلق القاتل وخلق ده كله عارف ان ترى حيزوا الناس نعم وربنا الحكمة بكده انا مش عارفها شخصيا يعني انا او يمكن انه بنتكلم في ده في حلقة يعني ايه الحكمة في ده انما في الاول وفيه الامراض وفيه الحروب وفيه كل وفيه الاوباء وفيه العصير وفيه بس كلها لحكمة ما انما الاصل من ده يعني انا النهار ده نخلي فيه واحد ظالم وفيه واحد مظلوم المظلوم اذا صبر ربنا هيكفق مكفق قويسة مش كده ده صحيح ده كده انما الظالم ده ربما حسب في الدنيا وربما ما حسبش ما هو ربنا بيرده على حضرتك ايوه ده صحيح وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا قد بالك وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما ايه يؤخرهم لامتى يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار طب الفضيحة علني حيب البس مباشر عبر اقمار الاتصالات الربانية بس مباشر لكل من في الكون وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا الظلم حيقوله ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال فلا بد أن نأخذ العبرة والعضة من الظالمين طب حتى تسألني سؤالها سبريم طب ليه ربنا خلق الظلم مكامونك ربنا يخلق الظلم ليه الله خلق الظلم وخلى في ظلم في الدنيا عشان يبشع الظلم في عيوننا فلما نشوف واحد ظالم نقول عوز بالله دراج الظالم وذلك سيدنا النبي قال لنا إن شر الناس منزلة عند الله شر الناس منزلة عند الله من اتقاه الناس مخافة شره من اتقاه الناس مخافة فحشه إنسان الملايكة بشع بشع الملايكة تعبوا من كتر ما بسجله عليه من زنوب عمال وذلك إحنا نتكلم النهاردة في موضوعنا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة يعني يعني لا يقول هؤلاء الصالحون إذا حتى الناس الجاهلة كلموهم بطريقة وحشة يردون عليهم بأسلوب رقيق مهذب من عصى الله سبحانه وتعالى فيك فلا تعامله إلا بأن تطع الله سبحانه وتعالى فيك لأنك تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى طيب بيسأل الله سبحانه وتعالى واحد منافق أنا عايزة أن الناس نطمع الناس وقعه بينافق المنافق ده ممكن يأذي لأنه بيكذب كذا كذا ده لدى المنافق أشد خطرا على الأمة ولكافة الإنسان بقى السليم النياء خلاص بيفوض أمره لله هو مش عارف إن ده بيعمل في إيه أو بيعمل ده إنه بيفوض أمره لله هنا بقى تبقى حمايته على الله عندما يفوض أمر الله بقى بقى خلاص أوكى للمهم ربنا سبحانه وتعالى ويا خلاص يا رب أنا أنا إذا كان فيه منافق أحميني منه إذا كان فيه ظالم أحميني منه شوف هذا بص صبرهم إذا لجعت إلى ربك سبحانه وتعالى إذا استعنت بربك سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سوف يعطيك من الخير ما لا يعد ولا يحصى سوف أحرسك الله بعينيه التي لا تناس ويحفظك بروك من الذي لا يرم عندما تلجأ إلى الله وتستعين بالله وتكون مع ربنا سبحانه وتعالى هتبقى في حيم الله وإذا كنت في حيم الله فمن يغلب كبير لله والله إحنا طبعاً ربنا يسمحهم والأخروق علينا سمتعنا بحضرتك بداً وحنلتقي إن شاء الله لكي نكمل الحديث الشيخ بتاعك بإذن الله في الأسبوع الجي ودكتور محمد وهدان بشكرك بداً ومشكر حضرك وتصبحنا خير اشتركوا في القناة